الآن ندعو السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض ما تم على مدار تسع سنوات ماضية في مختلف قطاعات عمل الدولة المصرية بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيدات والسادة الحضور شرف كبير لي ومسؤولية عظيمة أن أقف أمامكم اليوم لكي أستعرض ما قامت به الدولة المصرية على مدار أكثر من تسع سنوات من إنجازات في كل مناحي الحيال لتخدم المواطن المصري إنجازات بكل المقييس غير مسبوقة لم تحدث من عقود ولا أبالغ إذا قلت لم تحدث من قرون في هذه الدولة ولكن الحقيقة كنت عشان أختار البداية يعني الحقيقة كانت المقدمة إزاي نبدأ في قصة حكاية هذا الوطن وبالذات إن إحنا النهاردة وإحنا في خضام الأزمة الاقتصادية العالمية واللي سببته من تعداعيات وتحديات كبيرة جداً من تضخم وارتفاع في أسعار السلع اللي خلت الدول كلها على مستوى العالم وخاصة الدول النمية ومنها مصر بتعاني النهاردة من قضايا التضخم وارتفاع الأسعار وأصبح طبعاً لسان حال المواطن المصري النهاردة بالرغم من كل اللي هو شايفه من إنجازات بيتساءل طيب الأزمة دي هنخرج منها إزاي والأهم هو بيسأل سؤال تاني طيب إحنا يعني النهاردة إمتى نبقى مصر تبقى دولة زي دول كتيرة بنشوفها النهاردة في العالم وأصبحت هذه الدول أمثلة للنجاح والتقدم ودول منها كانت في ظروفها زينا وبقت النهاردة في حالة وإحنا لسه يعني بنحاول إن إحنا كمان نجري ونحاول نلحقهم عشان نبقى زيهم إن شاء الله فبالتالي دايماً بيتساءل المواطن المصري طيب إحنا هنبقى إمتى دولة بنفس قوة اقتصادها زي دول زي اليابان ولا كوريا ولا الصين ولا الهند ولا ألمانيا ولا حتى ماليزيا اللي هي موجودة والنهاردة من الدول المتقدمة إحنا دايماً عايزين نعرف حاجة مهمة جداً وعايزين نحكيها البعض الدول دي اللي وصلتها النهاردة والشكل اللي هي بقت فيه ما وصلت لهوش في يوم وليلة وده اللي لازم كلنا نبقى عارفينه النهاردة إذا كانت ماليزيا الشكل الجميل اللي تحت اللي بنتفرج عليه وبنقول بلدنا إن شاء الله تبقى عايزينها تبقى زيها ماليزيا كانت كده في الف تسعمائة وتمانين دي كانت شكل ماليزيا سنغافورة اللي هي تعتبر من أحسن الدول على مستوى العالم بدأت تجربتها سنة 59 وكانت بهذا الشكل اللي حضراتكم شايفينه قدامنا ألمانيا تجربتها بعد الحرب العالمية التانية بدأت من ضمار شامل والنهاردة بقت رابع اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في أوروبا وبقت بهذا الشكل اللي تحت لكن فوق هي كانت كده الدولة الصين النموذج القوي والعملاق القوي اللي داخل على الاقتصاد اللي في العالم الصين لغاية سنة 78 كانت الصور هي دي الصين اللي فوق الكلام ده مؤداء إن الدول دي ما بتتغيرش ومتبقاش دولة زات شأن في يوم وليلة والأمور بتاخد وقت وتعب وشغل مستدام ومتواصل على مدار عقود دولة زي سنغافورة عشان تحقق أول مراحل التنمية سنغافورة على فكرة خمسة مليون ناس لكن عشان تقدر تحقق التنمية والنهضة اللي فيها قعدت أكتر من عشرين سنة عشان تشتغل شغل المتواصل علشان توصد اللي هي فيه التجارب دي كلها على الرغم من إن كل دولة منهم كليها مأم اتجاه الشيوعي والاشتراكي والرأس مالي ولكن أجمعوا على خمس سوابت رئيسية تجاربهم النجحة كيف تكون دولة نجحة ودولة متقدمة إن التنمية كانت هي الأولوية الكبرى ومفتاح حل مشكلتها التركيز على التنمية في البداية تنمية 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 مشروعات البلد لازم تقوم عليها عشان من خلال هذه المشروعات الدولة تنهض يبقى فيه برنامج وطني طموح البرنامج داي وصاغ وصيغ بسواعد أبنائها ما جابوش مكاتب الشرية العالمية عملت لهم البرامج اللي هم يشتغلوا عليها لأن كل دولة منهم كانت عارفة إيه هي ظروفها التوسع في الإنفاق في البنية التحتية عشان أبني بلد وتبقى جاذبة للإستثمارات لازم في الأساس يكون عندي بنية تحتية الدول دي استثمارت ما بين عشرين لاربعين في المية من الناتج المحلي الإجمالي بتاحها على مدار عقود في بنية تحتية قعدوا الصين أربعين في المية أقل دولة من اللي أنا شرحتهم كانوا بيتكلموا من عشرين لخمسة وعشرين في المية بينفقوا لمدة لا تقل عن عقدين من الزمان على بنية تحتية بهذا الرقم عشان يقدروا أن هم ينهضوا والأهم كل هذه التجارب النجحة كانت بتقودها قيادة لديها رؤية وإسرال على التنفيذ في كل الدول دي وإن هذه القيادات استطاعت أن تبني الأساس أن بعد ما مشت استمرت الدولة على نفس المنوال ما ترجعت ولا تعثرت دول خمس سوابت السابت الخامس زي ما قلت لحضراتكم أن التجربة ما بتخلص في خمس سنين والعشر سنين لأن دايماً بنلاقي تساؤلات بتظهر أحياناً من بعض الناس والمفكرين بيقولوا متى يشعر المواطن المصري بثمار التنمية والنهضة الشاملة وإحنا لسه تجربتنا كلنا إحنا بنتكلم في تسع سنوات وبالرغم من كل التنمية والتطوير اللي حصل ولكن دايماً بيثار طب هو إمتى يبقى إحنا يعني نبصل إن إحنا نبقى دول زي الدول دي إحنا لسه بنقوله كل هذه الدول أقل مشوار في أي دولة منهم استغرق على الأقل عشرين سنة أنا عايز أقول لحضراتكم من الصين هذه الدولة العظمى النهاردة انخفضت معدلات الفقر فيها وأعلنوا إن إحنا بدأنا نخفض معدلات الفقر بعد اتنين وعشرين سنة من الشغل المتواصل في برنامج التنمية الشاملة للصين يعني اتنين وعشرين سنة الصين شغالة ولسه نسب الفقر كما هي في هذه الدولة طيب على الجانب الآخر إحنا فين أنا اسمحولي إن أنا أكون صادم لحضراتكم شوية في كتاب صدر في 2012 الكتاب ده بعنوانه لماذا تفشل الأمم الكتاب ده في 2012 وللأسف هذا الكتاب كان بيعرض لماذا بتنجح الدول ولماذا يفشل بعضها وفي مقدمة الكتاب المؤلفين اختاروا مصر كنموذج للدولة الفاشلة المقدمة بتاعت الكتاب كلها على مصر تكلموا عن ربيع العربي ولكن كل التركيز على مصر وتساءل المؤلف في الكتاب تلات أسئلة لماذا تعد مصر أكثر فقرا بدرجة كبيرة عن الولايات المتحدة ما القيود التي تمنع المصريين أن يصبحوا أكثر رخاءا وغنى هل ظاهرة الفقر في مصر غير قابلة للتغيير وأو هل يمكن محوها والحقيقة يعني تساؤلات وهذا المؤلفين راحوا للأكاديميين والمحللين المصريين واسمحوا لي بغض النظر أن أنا أتطفق أو أختلف مع بعض الرؤى التي أثيرت ولكن الحقيقة الكتاب خرج من واقع استقصائه لأكاديميين ومحللين مصريين أن هم قالوا أن السبب الذي فيه الدولة المصرية أن فشل الحكومة في الاستجابة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطن المواطن لا يوجد أي خدمات كافية تجعله يعيش عيشة أدمية الطبيعة بتاعت مصر صعبة مصر أغلب أرضها صحرة ومواردها الطبيعية ليس كافية لعدد سكانها ولكن كمان قالوا نقطة يعني كانت الحياة جارحة شوية لنا كلنا قالوا نتيجة لانهيار نظم التعليم ومستوى المعيشة للمواطن المصري الشخصية المصرية تأثرت سلبا بصورة كبيرة جدا وبالتالي ابتدى المصريين يفتقروا لنمط أخلاقيات العمل والثمات الثقافية التي ممكن تميز دول متقدمة انتهى الكتاب أن الدولة المصرية في هذه المرحلة والقائمين عليها لم يكن لديهم إدراك لما هو متطلب وضروري لجعل الدولة مزدهرة ومتقدمة كلام ده كان في 2012 الحياة مصر على مدار التاريخ واسمح لي سيادة رايس ويمكن كنا قلناه في المؤتمر الاقتصادي لم تكتمل لمصر أي تجربة تنموية بخلاف تجربة محمد علف لأنه كتب لها الاستقرار لفترة معينة كل تجربنا بعد كده كانت تبدأ وتحصل لها شوية تقدم وبعدين ييجي حاجة تكسر هذه التجربة ونرجع تاني إلى ما كنا عليه وده كان ظاهر حتى في آخر أنا بستعرض هنا آخر 30 سنة أو حاجة و30 سنة من نمو الاقتصاد المصري كان إزاي عمال يتحرك بهذا الشكل وبالتالي ما عندناش كانت تجربة حقيقية قبل كده تقول إيه الاتجاه اللي ممكن الدولة المصرية تاخده علشان إن إحنا نوصل لمرحلة متقدمة طب إحنا كنا فين في الوقت ده لما بدأنا الحكاية حكاية بناء وطن مصر في هذا الوقت 2013 معدل النمو أقل من 2.2% البطالة 13.2% عجز الموزنة 12% للناتج الاحتياطي تراجع إلى 17 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية انخفضت انخفاض حد جدا معاها تضهور كامل في الخدمات العامة وتضهور في البنية التحتية الحقيقة أنا أحبب أن أضع هذا الصور ونستعرضها لأن هناك عدد كبير جدا من شبابنا وقت صورة 2011 كان ممكن يكونوا عندهم 10 سنين و11 سنة من نهاردة هما في العشرينات من عمرهم وبالتالي ممكن ما يكونواش واخدين بالهم أن دي كانت صور مصر لغاية لسه 10 سنين فاتت عشان كنا نقوم بتنمية ودي أنا أسمح لي سيد رايس أنا مستعيرها من الخبراء الاقتصاديين بيقولوا دايماً معضلة أي تنمية شاملة إنك تحقق إزاي التوازن ما بين الثلاث حاجات اللي فوق إنك ترفع معدل نمو الاقتصادي الموفر لفرص العمل وتراعي البعد الاجتماعي وحماية الفئات محدودة الدخل وإنك توسع مشاركة القطاع الخاص وتقليص تدخل دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتقال إن لا يمكن وإنت بتبدأ أي تجربة تنموية غير إنك أنت تعتمد على اتنين في الأول منهم بس مستحيل لأي دولة إنها تعرف تاخد التلاتة في وقت واحد كل تجارب الدول اللي احنا عرضناها بدأت بالاتنين اللي فوق الدولة هي اللي تقود الدولة تدخل تنفذ وتبني ترفع معدلات نمو الاقتصادي توفر فرص عمل تعمل برامج حماية اجتماعية تهيي البنية الأساسية والمناخ عشان ييجي بعد كده القطاع الخاص يشارك وينفذ ويستكمل مع الدولة مشروعات التنموية دي ظروفنا اللي كنا فيها بالزبط في 2014 دولة في خضم عراق سياسي وعدم استقرار امني وحاجات كثيرة جدا وبالتالي القطاع الخاص في مصر سواء المحلي او الاجنبي كان غير مهيئ على الاطلاق انه يقود عملية تنموية لوحده وبالتالي الدولة المصرية كانت لازم هي اللي تدخل وتنفذ هذا الموضوع ومن هنا كانت الرؤية والطموح ان احنا كيف نصيغ برنامج متكامل للتنمية احنا البرنامج ده عشان نبدأ ننفذه الحقيقة ويمكن انا عايز اتوقف هنا عند نقطة مهمة قبل مشرح بالذات احنا عملنا ايه هناك سمات الدولة المصرية عملت اشتغلت عليها وشهدتها في الفترة دي التسع سنوات او العشر سنوات دول ان احنا ما كناش بنشتغل فقط واحنا في ظروف مثلا اقتصادية غير طبيعية لا احنا كان عندنا عدم استقرار سياسي وامني شديد فكان كل تركيزنا واحنا بنشتغل في التنمية كيف نعيد الاستقرار السياسي والمجتمعي بعد سنوات من التخبط وعدم الاستقرار وكان وارد كما سياد رئيس قال ان يبقى كل تركيزنا في الفترة دي الاول احارب الارهاب واضمن الامن والامان وبعد كده ابدأ عملية التنمية لكن ده ما حصلش احنا اشتغلنا الاتنين مع بعض وده ليه تبعات وليه تكلفة اكبر لان وارد وانت بتشتغل يحصل اي حادث يعني يؤدي الى يعني مشاكل واستقرار ويضمرلك الشغل اللي انت بتعمله وده وارد ان يحصل هذا الكلام يخوف اي حد ان هو يجي يشتغل معاك ولكن احنا اخذنا هذا القرار واشتغلنا عليه كان هناك جرأة في وضع وتطبيق سياسات واجراءات اصلاح وانفتاح احنا ما اخذناش بطريق المسكنات احنا اشتغلنا بجد على اصلاح حقيقي لحاجات كانت بالنسبة لنا من المستحيلات في الفترة دي تحركات جادة للقضاء او الحد من الفقر الفقر فقط مش دخل الفقر كل الاقتصاديين اللي عارفين الفقر تعريف الفقر المتعدد الابعاد انه اصحيح دخل ولكن الحصول على خدمات الحصول على بنية اساسية الحصول على مسكن آمن اكتر من بعد للفقر احنا اشتغلنا على كل ابعاد الفقر مش بعد واحد النقطة المهمة جدا اللي لازم ناخد بنا احنا بنشتغل من 2011 لغاية هذه اللحظة في ظل اقتصاد ازمة يعني اين يعني احنا بقلنا من 2011 لغاية النهاردة والدولة المصرية في ازمات من 2011 لغاية نقدر نقول 2016 لما خلصنا اول خطوات الاصلاح الاقتصادي هي ازمات محلية كملنا في الاصلاح الاقتصادي 2017 و2018 بدأنا نتنفس السعضاء في 2019 جات كورونا 2021 وجات ازمة التضخم العالمي وجات الحرب الروسية الاوكرانية احنا تشغلين في ظل ازمات متتالية كدولة مش عندنا حتى رفاهية ان انا بشتغل في امور مستقرة طب كانت البداية ازاي طب انتو الرؤية اللي انتو اشتغلتوا عليها زي ما بقيت الدول هل كان عندكو رؤية تشتغلوا عليها كدولة اه كان هناك وزي ما سياد الرايف قال كان هناك مخطط وضع انا بعتبره دستور لعملية التنمية في مصر مخطط التنمية العمرانية لمصر لسنة 2052 هذا المخطط اشتغل فيه 34 خبير واستشاري مصري في كل المجالات كل المجالات اجتمعوا على مدار سنوات وضعوا رؤية للدولة المصرية وضعوا مخطط المخطط ده ده خريطة الرئيسية بتاعته بتقول فين المدن الجديدة فين الاراضي الزراعية فين الصناعة كيف نعظم من موارد مصر كيف نبني دولة وعايز اتوقف هنا واقول حاجة مهمة جدا انا كنت قبل ما اشرف بالعمل التنفيذي كنت راجل اكاديمي وانا اطلعت بنفسي على عشرات المخططات والخطط اللي اعدت للدولة المصرية على مدار عقود ولا ازعم ان ده ممكن نقول ده اللي احسن فيهم ولا الافضل ولكن كان ممكن يبقى ده ما قالوا ومصيره زي بقيت المخططات في الأرفف والأدراك في المكتبات ويدخل الباحثين ويقولوا ده كان فيه مخطط في مصر اتعمل عشان الرؤية الشيء الوحيد اللي غير وكان الاختلاف ان يكون لديك ازاي ما ده كان حلم ان يكون لديك الرغبة والارادة انك تترجمه الى تنفيذ موضوع مش حلم موضوع تاخد ازاي ده تنفذ بيه عشان تبني دولة هو ده اللي بيفرق اي مخطط او اي رؤى بتتحط ما بينها وما بين بعضها البعض طبع عشان انا نفذ الكلام ده ونفذ اللي جاي اللي حستعرضه في كل قطاع حوري حضركم خريطة المخطط بتقول ليه وإيه اللي تنفذ على الارض الدولة المصرية عشان نتنفذ يبقى لازم اوفر استثمارات في فترة الدولة كانت بتعاني زي ما بنقول من كل التبعات اللي موجودة الدولة المصرية انفقت وبتنفق في خلال هذه الفترة اكتر من تسعة واربعة من عشرة تريليون جنيه عشان تنفذ هذه المشروعات كانت احد اهم اوجه النقد بعد محصرة الازمة الافراد في تنفيذ المشروعات والدولة بتفرد في تنفيذ المشروعات بتاعتها انا عايز اقول لحضركم لما نيجي نجمع الناتج المحلي الاجمالي بتاع مصر على مدار التسع سنين ونشوف نسبة الانفاق دي اللي هي تسعة واربعة من عشرة منه احنا بنتكلم فقط في حوالي اتنين وعشرين في المية من الناتج المحلي احنا قلنا قبل كده الدول عشان تعمل نهضة بتشتغل ما بين عشرين لاربعين في المية يعني احنا لسه في الحد الادنى ولو كانت قدراتنا كدولة قادرين ان احنا ننفق اكتر كنا حننفق اكتر في هذه الفترة لو احنا بكلب جد عشان نبني بلد انما الاستثمارات دي اللي اميز هذا الموضوع انها لم تكن مركزة في مكان واحد اتوزعت على كل حتة في مصر وفي كل مكان نفذنا فيه عمليات التنمية ولم نترك جزء في مصر ما ما طالتوش ايدي التنمية ده كان اهم حاجة واحنا شغالين في هذا الموضوع مرة اخرى دي كانت صور مصر لغاية 2014 كانت بهذا الشكل البتجاز المرور الكهرباء العمليات الارهابية والحوادث اللي كانت بتحصل الوقوف على محطات البترول العشوائيات والمناطق الغير امنة اللي كانت موجودة اللي كانت بتصور فيها افلام سينمائية قبل الثورة وكل الافلام بتماهد ان فيه حاجة حتحصل في مصر كانت هذه المناطق وفيه اسماء معروفة لهذه الافلام الدولة خدت المخطط ده وترجمته لست محاور اشتغلت عليهم واحد واحد ازاي نغير وجه الحياة في مصر ازاي نعمل بنية تحتية متطورة تجزب استثمارات ازاي نندمج في الاقتصاد العالمي تعزيز الامن الغذائي للدولة المصرية توفير الاحتياجات الاساسية وتعزيز حماية الاجتماعية ازاي يبقى عندي برنامج طموح للاصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة المصرية واسمحوا لي ان انا استعرض واحد واحد من دول ويمكن معلش ارجوك انكم تستحملوني لان حجم التعامل في الدولة دي على مدارة تسع سنين كتير لو انا هتكلم على تغيير وجه الحياة في مصر هتكلم على شرائيل لتعزيز التنمية المدن الجديدة اللي احنا بننشئها التوسع في العمران القائم والقضاء على العشوائيات تنمية سينة احنا عندنا كان خلل كبير جدا ومازال احنا شغالين عليه وهو التوزيع بتاع السكان على ارض ما احنا عندنا بس انا عايز اقول القاهرة الكبرى واسكندرية لوحدهم ستة وخمسين في المية من سكان الحضر موجودين بس على الجزء ده وبالتالي عندنا القاهرة الكبرى لوحدها واحدة من اكبر المدن على مستوى العالم كله معروف انها من اكبر الاقالين بسبب التكدس الكبير المخطط يا فندم قال ان حلمنا ان مصر تبقى من سنة 2013 سبعة في المية هي نسبة المعمور اننا نصل الى 14.5 في المية سنة 2052 او 2050 احنا النهاردة فين المشاريع اللي بتتنفز النهاردة فعلى ارض مصر ستغطي اننا نبقى 13 و 8 من 10 في المية يعني 14 في المية الكلام اللي بيقوله الخبرى طول حياتهم ان لازم نضاعف المعمور المصري النهاردة المشاريع اللي تشغل على ارض مصر لما نعملها على الخريطة المساحية احنا وصلنا 14 في المية يعني باقتربنا من 2050 مش معناه ان احنا خلصنا الى 14 في المية معناها مع اكتمال مشروعات الاستصلاح اللي شغالين فيها سنصل الى الى 14 في المية مع اكتمال تنمية المدن الجديدة اللي بدأناها سنصل لمخطط الى 14 في المية لكن خلاص النواة موجودة والمراحل التنفيذ موجودة وخلاص بقيت مسألة وقت واحنا بنشتغل بأسرع جهدنا عشان نصد الى هذا الهدف ان بدل ما نبقى مكدسين على 7 في المية حنبقى على اكتر من 14 في المية المخطط حط محاور وقال حتى عشان تعملوا تنمية ابدأوا بمناطق محددة السحل الشمالي سحل البحر الأحمر المتوسط منطقة غرب الدلتا ومناطق الشرق منطقة قناة السويس حط كل المناطق اللي المفروض المشروع يشتغل عليها وقال عشان ان كلام ده يتنفذ لازم تتخلق شرايين ومحاور طرق تسمت انها محاور تنمية وليس الطرق عشان كده كان اهم حاجة ان احنا نعمل هذه الشبكة شبكة الطرق ومحاور النيل والسكك الحديدية ومنظومة النقل الجماعي اللي تضمن ان كل محاور التنمية اللي احنا عايزينها والتوسع يتحقق ممكن حيتحقق وانا ما عنديش طروح لهذه المناطق ما عنديش شبكة اطارات على اعلى مستوى توصلني هناك لازم يبقى عندي كل هذا الكلام دي خريطة شبكة الطرق اللي المخطط حطها النهاردة ده اللي احنا اشتغلنا عليه والحمد لله تجوزنا المدى الزمني اللي كان حطه هذا المخطط ضمن مراحل التنفيذ احنا بنتكلم على شرايين تاني مش مجرد طرق دي شرايين تنمية عايزين تبني بلد لازم يبقى عندك هذه البنية الاساسية انا عايز ارجع بس ان حجم العمل اللي اتعمل في القاهرة الوحده ودايما حافظه اقول هذا الرقم البنك الدولي كان اقيل ان الخسائر اللي بيتكبدها الاقتصاد المصري في عام 2014 بسبب ازدحام المرور في القاهرة تمانية مليار دولار سنويا وحيصل الى 18 مليار سنة عشرين تلاتين لو مصر ما عملتش حاجة ده كان الشكل اللي احنا كنا فيه في 2014 و2023 انا احبيت بس يا فندم انا جبت سورة طريق قاهرة السويس الصحراوي في 2014 كان عامل ازده والنهارده بقينا ازده مرة اخرى عشان تبقى دولة متقدمة واسمك دولة كمصف الدول لازم تبقى عندك هذه البنية الاساسية والشبكة دي مش رفاهية ولا طرف احنا النهارده بنتكلم على سبعتاشر الف كيلو طرق سواء كانت انشاء جديد او رفع كفاءة وتطوير والرفع كفاءة وتطوير تقريبا اكننا بنعملهم من اول وجديد سبعتاشر الف كيلو عشان يبقى عندنا بلد ده شكل شكل محاور الطرق اللي في مصر اللي احنا كلنا النهارده خلت مصر النهارده يبقى ترتبها التمنتاشر على مستوى العالم فيما يخص شبكة الطرق والبنية الاساسية اهم مشروع منهم ومن اهم من مشروعات شبكة الطرق المحاور اللي على النيل محاور التنمية اللي بتربقت الشرق بالغرب واللي النهارده اتحط اربعة وتلاتين محور عن نيل خمسة وعشرين منهم النهارده سواء خلص او بنخلصهم وان شاء الله سنكمل الباقي في السنتين ثلاثة الجايين كل ده عشان نصل الى فكرة ان يبقى عندي ربط كل خمسة وعشرين كيلو على نهر النيل ما بين نقطة الى نقطة ما نبقاش بنتحرك ميت كيلو الفوق عشان ناخد كبري وارجع انزل الميت كيلو تاني تحت كل ده بنتكلم على دولة حقيقية بتتبني بنتكلم على شبكة اطرات وكلنا كنا عارفين ما يعاني هذا المرفق الهام جدا فكان لازم نضخ في استثمارات عشان نبني قطارات حقيقية ويبقى عندي خدمة محترمة بنقل جماعي ومش نقل جماعي للركاب نقل جماعي للبضايع كمان لو انا بتكلم على خدمات اساسية ولوجستية للدولة زي ما حنتكلم بعد كده ده بقى شكل محطتنا عشان تبقى على توليق بالمواطن المصري اللي بقى موجود ادخلنا منظومات جديدة احنا كنا يمكن عندنا في مترو الانفاء فقط خطين وبدأنا في الخط التالت النهاردة الخط التالت بيكتمل ومع الخط الرابع لكن ادخلنا القطر الكهرباء الخفيف المونوريل القطر الكهرباء السريع اللي بيشتغل النهاردة وبيخدم الفكرة الاقليمية مش على قد مصر بس زي ما حنتكلم ولكن معاها شبكة اوتوبيسات متطورة سواء اوتوبيسات كهرباء او غاز او خلافهم نيجي للمدن واسمحوا لي دي برضو خريطة المخطط وقال ان لازم نبني ولا بديل لمصر غير انشاء مدن جديدة عشان تستوع بالزيادة السكانية الكبيرة اللي حتبقى موجودة وحدد اماكن هذه المدن واللي بنان عليها بدأنا انشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة او ما نطلق عليه المدن الزكية وكل مدينة كان لها هدف جوه المخطط ازاي عمر السحل الشمالي ازاي عمر الدلتا ازاي عمر السعيد ازاي عمر البحر الاحمر كل واحدة لها رؤية ومخطط النهاردة المخطط انه يبقى عندنا تمانية وتلاتين مدينة زكية طب احنا عملنا منهم او شغالين في كم منهم اربعة وعشرين مخطط ده لغاية عشرين خمسين لكن احنا النهاردة اربعة وعشرين مدينة شغالين ومتبكة اربعة عشر ان شاء الله نبدأ نشتغل عليه دي نمازج هذه المدن وحضراتكم سيادة الرئيس شرفنا بافتتاحها سواء المنصورة الجلالة مدينة اسوان الجديدة اللي بتعتبر يعني للصعيد ايضا درة تاج للصعيد والعاصمة الادارية الجديدة واسمحوا لي يمكن سيادة الرئيس انا عايز احكي حكاية هنا على قدم هذا المشروع قوبل بنقد ويمكن وتشكيك في هذا المشروع الا اذا حضراتكم رجعتوا الادبيات كل الخبراء المصريين بيتكلموا على حتمية نقل العاصمة بقالهم اربعين سنة وكان هناك محاولة من الرئيس الراحل السادات لانشاء عاصمة اللي هي كانت مدينة السادات ولم يكتب لها النجاح في 2007 طلب من وزارة الاسكان وهيئة التخطيط العمراني في اطار تطوير القاهرة ان يتم انتخاب موقع جديد لحي حكومي جديد انا باتكلم في 2007 لان كانت وصلت القناعة لازم الدولة تغيق تشيل مكان الحي الحكومي القديم ده ويبقى في مكان جديد تم اختيار خمس مواقع اسمحوا لي لان هذا الموضوع يعني انا كنت مشارك فيه بشتورة شخصية كمنسق مع الخبراء اللي عملوا الدراسة لان كان مطلوب انها تبقى دراسة محايدة بالكامل فجم اربعة او خمس خبراء اختاروا خمس مواقع اسمحوا لي اقول لهم لحضراتكم الموقع الاول موقع العاصمة الحالي موقع التاني كان ان يتعامل حي حكومي في شرق مدينة نصر في المنطقة اللي النهاردة كلنا عارفينها اللي فيها مسجد المشير طنطاوي كانت في حدود سبعمائة فدان الموقع التالت كان جزيرة الوراء الموقع الرابع كان شمال القرية الزكية على طريق مصر اسكندرية الصحراوي الموقع الخامس كان مدينة ستة اكتوبر ووضعت معايير لهذا الموضوع ازاي نختار موقع اللي حي حكومي جديد لمصر انتهى عمل الخبراء ان افضل موقع هو الموقع اللي احنا فيه ليه لان قالوا ان انا ده ممكن بيخلق ان القاهرة طول عمرها بتنمو شرقا بدأت من النيل وبعد كده لما اتعمل احياء جديدة مصر الجديدة مدينة نصر وبعد كده التجمعات الكبيرة اللي موجودة فالكتلة السكانية بتاعت القاهرة طول عمرها بتنمو شرقا فبالتالي عايزين نستغل الحي الحكومي لما يجي البني يبقى نوال تنمية جديدة شرق القاهرة الجديدة اللي هي موجودة النهاردة البديل الثاني كان الحي اللي هو شرق مدينة نصر الحي الحكومي ويبقى الموضوع على قد السبعويت تومنمية فداني اللي موجودين هناك وتقال طبعا ان ده الحل الاسهل لان الحل الاولاني كان صعوبته ان محتاج هو صحيح ده الاحسن وده الافضل ولكن حيبقى محتاج انفاق في بنية اساسية والاهم ازاي الاتصالية والمواصلات وان لازم ما ينفعش لازم يقمعها وسائل النقل جماعي تم اختيار الموقع بتاع شرق مدينة ناصر وتقال ده يعني على قد امكانية الدولة في هذا الوقت طبع على قد نعمله في هذا المكان بالرغم ان كان الخبراء بيقولوا ان على المدى البعيد هتحصل نفس المشكلة مرة اخرى ولكن طلع القرار ان نعمله طيب وتعمل تخطيط هل نفذنا شيء؟ دم تنفذ الدولة اي شيء لما جاء سيادة الرئيس وطلع على هذا الموضوع قال البديل الاولاني البديل الاولاني اللي احنا فيه يبقى هو ده اللي يخدم رؤية مصر وده اللي يخدم مستقم المصر يبقى لازم نشتغل على الصح طب الصح ده اصعب وحياخد وقت اكتر لكن للدولة هو الصح احنا بنبني دولة انا مش ببص على مكسب اربع خمس سنين انا ببص المئة سنة قدام طب احنا يعني اخترعنا الموضوع كل الدول دي عملت عواصم جديدة والنهاردة اندونيسيا اعلنت انها بتعمل عاصمة جديدة الاردن قالت انا حمشي على غرار مصر وعايز اعمل حي عاصمة جديدة ايضا بعيدا عمين الفكرة في ايه العواصم وحتى ده عملنا له حوار مجتمعي وحرككم تتذكروا مع اللغة الكبيرة اللي كان موجود وكان فيه ناس متزاعمة وضد هذه الفكرة وكان منهم الاسازة اسامة بغزالي حرب وانتهى يمكن في اخر مقال لي بيقول انا كنت من اكبر المعارضين ولكن انا بقول النهاردة هذا المشروع من اهم المشروعات اللي لازم الدولة المصرية تستفيد منها وتكمل عليها لان هو ده اللي فعلا بيبقى بيساعد في تنمية الدول احنا مش بنعمل حي حكومي علشان نعزل نسيب بوسط البلد ونيجي هنا احنا بنغير طريقة عمل الحكومة بنبني دولة جديدة جمهورية جديدة لازم يبقى بيئة ومناخ العمل في هذا المكان تشجع الموظف والمواطن المصري على الابداع والتقدم للدولة المصرية لازم نغير النمط القديم الموظف اللي قاعد انا اسف قدامه كومات من الورق قدامه على المكتب هو مزاهر من وراها وبيقول للمواطن المصري يفوت علينا بكرة الشكل ده هو الشكل الجديد اللي احنا بنعمله النهارده وبنخلي شبابنا وهم شغالين يبقوا بشغلوا في هذا المكان لكن احنا ما كتفناش بالمدن الجديدة احنا اشتغلنا على ازاي نطور سكن لان كانت احلم شبابنا وكنا كلنا عارفين مشكلة السكن اللي كانت موجودة الدولة المصرية اشتغلت على برنامج اسكان سواء اسكان جديد جوه المدن الجديدة او المدن قائمة مليون ونص وحدة مليون ونص وحدة بسبعمائة وخمسين مليار جنيه بقى هنا بنابني في كل حتة في مصر عشان نستهدف جودة حيال المواطن عشان المواطن ده يبقى بنتكلم على مواطن حقيقي لازم يبقى بيتمتع بالحيال الحقيقية والأسس الحيال الجميلة اللي المفروض يبقى عليها زي ما حضراتكم شفتوا احنا بنابني في كل حتة بكل المستويات من محدود الدخل من المواطن اللي كان عايش في المناطق الغير أمنة والعشوائيات الى حتى المستوى اللي نقدر نقول عليه فق متوسط بنلبّي رغبات اللي كانت ومشكلة كانت كبيرة جدا عندنا كلنا وكنا بنعاني منها في هذه الفترة أنا بس حابب اننا اوري الشكل كان ايه وبقين ايه دلوقتي ده كان شكل هذه المناطق النهاردة احنا الحمد لله 357 منطقة غير أمنة تم تطويرها بالكامل بتلتمائة ألف وحدة طورناها وادناها بديل لناس كانت سكنة أقل وصف ليهم في أماكن غير أدمية على الإطلاق الحمد لله النهاردة مع كل هذه البرامج اللي بقين بننفذها في كل حتة المستوى بهذا الشكل إنما احنا مش فقط بنبني إسكان احنا بنطور العمران اللي كانت هالك ونهار المنطقة اللي وراء صور مجرى العيون منطقة بحيرة عين الصيرة وبحيرة الفستات دي كانت أنا آسف كانت مجمع مخلفات وقمامة القاهرة البحيرات دي كان معروف كانت شكلها عامل ازاي النهاردة الحمد لله هذا هو الشكل اللي بنشتغل عليه الميادين بتاعت كل مدن مصر والعمران والعمارة ذات الطابع والتراث ازاي بنحافظ عليها وبنرممها قاهرة الإسلامية القاهرة الخدوية كل منطقة من دي بنشتغل عليها علشان نطور هذه المناطق كل دي صور النهاردة من الشغل اللي بتعمل جوه هذه المناطق سينة وانا آسف اقول يعني كانت دايما كل احتفالياتنا بسينة انه يجي يوم 25 ابريل نعمل مجموعة اغاني ونعرض الافلام مخطط تنمية سينة انا مش بقلل من حجم ما اكتم عمله قبل كده اتعملت محاولات بعض المشروعات اللي اتوضعت اسوسها ولكن مفيش اي حاجة كانت الحية بمنتهى الامانة نقدر نقول عليها مشروع بقى قائم وبيشتغل ما تم عمله في سينة في خلال التسع سنوات دول واحنا بنحارب الارهاب في شمال سينة بكل المقييس عمره متعمل في تاريخ الدولة المصرية بنتكلم على تنمية كاملة في كل حتة في سينة انفقنا ستمية وعشة مليار جنيه والسيد الرئيس مؤخرا وجه باطلاق خطة اخرى ان شاء الله هنعلن عنها في خلال الاسابيع القليلة جدا القادمة لتركيز على تنمية شمال وسط سينة باستثمارات حتى تجاوز تلتمية مليار جنيه كل ده علشان نربط ازاي سينة وتبقى جزء اصيل من الوطن ويبقى كل التنمية اللي بتحصل في مصر زيها واكتر فيه شبه جزيرة سينة المحور التاني بنية تحتية متطورة جاذبة للإستثمارات الامم المتحدة بتقول ان البنية التحتية هي مقياس لمكانات الدولة على المستوى العالمي وامكانياتها الجاذب أي استثمارات من غير بنية تحتية مش هيبقى عندك أي فرصة انك تجزب استثمارات اشتغلنا على تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت لتلاتة واربعة من عشرة تريليون جنيه شبكة الميا احنا كنا نتكلم على تغطية صيح 97% وانا النهاردة وصلنا لحوالي 99% لكن 97% كانت تغطية يعني عايزة اقول انه بقى المنطقة بنقول انها متوصلها شبكات لكن الميا بتوصلها ولا لا هذا موضوع تاني النهاردة احنا وصلنا لحوالي 99% من مصر فيها مشروعات ميا كل محطات الميا التي عملت في مصر على كل حد التحدي الأكبر كان الصرف الصحي احنا كنت نسبة التغطية كلها 50% في 2014 النهاردة 67% الريف كان 12% فقط النهاردة 43% وان شاء الله مع نهاية مشروع حياة كريمة سنبقى غطينا 100% من الصرف الصحي لمصر كلها بمحطات عملاقة الدولة انفقت فيها مئات المليارات تحدي الميا وكلنا عارفينه اتوسعنا في موضوع التحلية احنا كان في 2014 كل الطاقة الانتاجية اللي بتنتج في مصر 80 ألف متر مكعب في اليوم النهاردة احنا مليون ومئتين ألف فقط في تسع سنين زودنا عشرات يعني اتناشر او تلاتاشر دعف كل دعشان احنا عندنا رؤية واضحة ازاي اي تنمية لازم محتاجة ميا والمناطق النهاردة اللي بنتشتغل عليها وكل منطقة حيبقالها ازاي مواردها الكهرباء والطاقة اللي اتعمل في مقطاع الكهرباء واحد وتمانية من عشرة تريليون جنيه عشان فعلا نبني قدرات حقيقية وبنية اساسية لشبكة كهرباء تخدم لتلاتين سنة قدام والنهاردة فعلا رفعنا قدراتنا لوصلنا النهاردة الى حوالي تسعة وخمسين الف ميجا واط بكل المشروعات اللي موجودة النهاردة ونفذتها الدولة المصرية انا عايز بس اقول لان يعني مش عايزين تاني الازمة اللي حصلت بصورة سيثنائية ومؤقتة على مدار اسبوع او اسبوعين او شهرين اللي فاتوا ينسونا احنا كنا فيه لان ده جزء من الازمة العالمية اللي العالم كله بيكتو بنارها النهاردة لكن هنا احنا بنتكلم على بنية حقيقية بنتها دولة عشان نبقى فعلا عندنا القدرة لانتاج وتوليد كهرباء بكل شيء وشغلين على اهم شيء ان لازم يكون عندنا تنوع لمصادر الطاقة احنا نعي تماما ان ما ينفعش ان احنا نفضل نعتمد على مصادر الطاقة التقليدية فبنشتغل على الهايدروجين الاخضر على الطاقة الجديدة والمتجددة وعندنا النهاردة الخطة الواضحة اللي بنتنفذها لغاية عشرين تلاتين ان نصل الى ان اتنين واربعين في المية من اجمال الطاقة حضراتكم عارفين المشاريع ومش محتاج ان انا اكررها ومعالي الوزر زمايلي حيبقوا بيعرضوها في قطاع البترول والطاقة والبتجاز دي كانت صورنا مرة اخرى الفين واربعتاشر والنهاردة عندنا الحمد لله البنية الاساسية الكبيرة واللي بتخلينا النهاردة بنشتغل على ان مصر تبقى مركز اقليمي حقيقي لتجارة وتداول البترول والغاز على مستوى كل شيء من خلال بنية اساسية مش كلام بنية اساسية ومشروعات بتحقق هذا الكلام الحمد لله توسعنا بصورة كبيرة جدا وان شاء الله يعني باذن الله حنكون السنة القادمة حنكون قادرين على انتاج كل المنتجات البترولية يعني ايه يبقى مفيش بنزين او سولار بيبقى موجود في مصر غير ما يكون منتج في مصر حنظل نستورد الزيت الخام لكن يكرر ويتعامل هنا في مصر بدل ما كنت بستورد كمان البنزين والسولار بنوصل الغاز الطبيعي للمنازل عشان اقل الاستيراد البتجاز وصلنا الى تمانية واثنين من عشرة مليون وحدة سكنية اتوصل لهم غاز طبيعي في هذه الفترة بتكلفة وصلت لقرب الاربعين مليار جنيه الاتصالات وده قطاع واعد جدا وحطينه النهاردة على خريطة واجندة مصر ان احنا ازاي لازم يحصل فيه طفرة كبيرة وبنستخدمه مش فقط لخلق فرص عمل بالرغم انه هو من اكبر قطاعات الوعيدة لخلق فرص العمل النهاردة واقلها كلفة ولكن الاهم انه هو بنستخدمه لتحديث حوكمة وادارة الدولة المصرية من خلال النهاردة الخدمات الحكومية اللي بقيت تقدم الكترونيا منظومات رقمية ابتدت تتحط كارت الفلاح تأمين الصحي الشامل وايضا الحوكع الالكتروني اللي النهاردة بنتوسع فيه في كل شيء النهاردة احنا بنتحول ويبقى شكل الخدمات بتاعتنا بهذا الشكل انا حابب احط هذه الصورة ايضا قبل عملية التطوير كانت بتبقى اماكن السجل المدني واماكن الشهر العقاري واماكن مكاتب البريد بتاعتنا والنهاردة ازاي ان احنا بنسعى ان هو ده اللي يبقى مستوى الخدمات اللي موجودة ده شكل يعني الصورة اعتقد واضحة تماما ما بين شكل مكاتب البريد قبل وبعد كانت عاملة ازاي طب احنا لسه عندنا بعض الخدمات بهذا الشكل اه لسه ومحتاجين لسه نشتغل عندنا ما زال تلات تلاف قرية في المراحل التانية والتالتة من حياة كريمة لازم نطور فيهم كل حاجة النهاردة مراكز الابداع وبننتقل لمستوى تعليم وازاي ان احنا نبقى فيه ابداع وان مصر تدخل الثورة الصناعية الرابعة وان يبقى عندنا مدارس وكليات على اعلى مستوى عالمي بتخلي وتؤهل الشباب المصري ان يكون قادر ان يشتغل في كل حتة في العالم مش في مصر بس التنمية الصناعية ودايما الكلام الصناعة فين والصناعة هي دي لازم تبقى مستقبل الدولة وان لازم نعتمد على الصناعة انا عايز اقول لحضراتكم ان مصر طول عمرها مشاركتها في سلاسل القيمة على مستوى العالم في السلع الاولية ما عليش ارجو محدش يزعل احنا ما عندناش صناعات المتطورة الكبيرة احنا عندنا نقدر نقول الصناعات الاولية والصناعات المتوسطة عشان تبني صناعة حقيقية احنا محتاجين وقت وجهد وده من اكتر قطعات للدولة المصرية النهاردة شغل فيها وتبزل فيها جهد غير عادي لكن الموضوع بيستغرق وقت سيادة رئيس قال قبل كده المصنع الواحد عشان نبنيه ممكن يقعد ثلاث سنين او اربع سنين عشان نبدأ بعد كده يشغل ونبدأ بعد كده نشعر بتأثير هذا المصنع فما بالك ان احنا محتاجين الاف المصانع لكن الدولة شغالة الدولة شغالة في كل قطاعات الصناعة وعندنا رؤية واضحة ازاي هذا القطاع بيتطور احنا النهاردة الاراضي اتحنا اراضي عشرات الملايين من الاراضي وكان هناك شكاوى من المطورين عملنا لهم الاراضي بنزم معينة وبحوكمة معينة تضمن ان الموضوع ما يبقاش تسقيع ولكن الاهم ان يتحقق غرض التنمية اللي يبقى موجود لكن الاهم كانت الدولة لان عندنا نقص حاد كان لازم ندخل احنا بنفسنا في عدد من الصناعات الاستراتيجية ان احنا نبنيها عشان نخف عن الدولة مشكلة الاستراد اللي كانت موجودة كانت في انتاج زي مصانع الكلور مصانع السماد مصانع الرخام ومواد البناء الكبيرة جدا اللي الدولة النهاردة اتعملت موضوع الرمال السوداء اللي طول عمرنا بنسمع عليها ومحدش كان بيحاول انه ياخد خطوات حقيقية وجدة للاستفادة منها النهاردة شغلين على هذا الموضوع بمنتهى القوة ايضا مع القطاع الخاص ومع التشراكة مع عدد كبير جدا من الناس سواء المحليين او الدوليين بنفتح المجال وبنشتغل لكن ايضا بنطور زي سايلو فود في الصناعات الغذائية مدينة دميات الاساس العديد من المصانع الحاجات عشان تشتغل بكامل كفائتها وطاقتها برضو هتاخد لسه وقتها لكن الهو اللي احنا بنقول عليه احنا اشتغلنا على هذا الموضوع ولكن كمان ما سبناش الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكان التوجيه ان احنا ننشئ عشان نصرع الخطوات ونيسر على المستثمرين وخاصة الشباب ان احنا ننشئ مجمعات احنا كدولة ننشئها ونجهزها بالبنية الاساسية وندي الرخص للشباب عشان يدخل يجيب المكان بتاعه ويشتغل عندنا النهاردة نفذنا 17 مجمع صناعي بخمس تلاف وحدة انتاجية اكتر من 3000 منهم النهاردة تم تخصصهم وفعلا بدأوا النهاردة يدخلوا حيز التشغيل دي نمازج لهذه المستوى من البنية الاساسية اللي احنا بنشتغل عليه ما سبناش المصامع اللي كانت طول عمرها موجودة اللي احنا من خلال دراسات الجدوى الحقيقية وجدنا انها لازم انها تتطور لانه كنا بنتهم احيانا نجحوا بعملين تصفوا بعض المصانع اللي كانت طول عمرها موجودة في الدول موضوع مش بيبقى قرار التصفية او التطوير والتجديد بيتخد على اسس علمية فالنهاردة كان لازم يحصل تطوير لصناعة الغازل والنسيج والنهاردة الدولة بتصرف عليها عشرات المليارات عشان هذا القطاع يقوم تاني وينهط لان احنا شايفين ان الدولة لازم يبقى دورها مستمر في هذا القطاع حتى ان القطاع الخاص بعد كده يجي ويكمل عليه لكن هناك بنية اساسية لازم الدولة تفضل هي اللي شغال عليه المشروعات الصغيرة والمتناهيات الصغر كانت ليها دورها كبير وشغالين على هذا الموضوع بقروض وفرناها وصلت لسبعة واربعين مليار جنيه لتمويل واحد وتمانية من عشرة مليون مشروع انما اطلقنا حزمة كبيرة وسيادة الرئيس اطلق حزمة كبيرة من الاصلاحات لقطاع الصناعة سواء عدم فرض رسوم جديدة على اي جهة حكومية موضوع التجاوز عن الغرامات تسعير الاراضي وكان دايما بيشتكوا ان تسعير الاراضي كبير عملنا تسعير موحد لاراضي الصناعة على مستوى جمهورية تعليق الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات اطلاق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية في الفترة الحالية بفايدة 11% انما النهاردة رؤيتنا ان عندنا 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة دول وحدهم بيخلونا ان احنا نستورد منتجات بحق اكتر من 25 مليار دولار الدولة المصرية النهاردة مركزة على هذه الفرص وشغلين عليها بحوافز بكمية اجراءات عشان نقدر ان احنا نوطن صناعات بهذا الشكل توفر على الدولة فاتورة استيراد تصل الى اكتر من 25 مليار السياحة بنية اساسية احنا كلنا بنتكلم عن سياحنا هنا بنتكلم على اقتصاد وكله بيتكلم على السياحة الدولة المصرية وانا بقولها لحضركم في التسع سنوات دول لم ترى السياحة والاثار نهضة كما تراها في هذه الفترة احنا انشأنا واهلنا 29 متحف ورممنا 221 موقع اثري متاحف كتيرة جدا اتعمل لها تطوير وانشاء جديد في كل مكان في مصر كل حتة في مصر النهاردة بقيت موجودة وان شاء الله يعني ضرة التاج المتحف المصر الكبير احنا بنضع عليه لمسات الأخيرة خلاص عشان يبقى ينتهي ويبقى جاهز الافتتاح وتحديد الموعد ان شاء الله وقت مسات الرئيس يؤمر بإذن الله اكتشافات اثارية موجودة في كل حتة والاثار النهاردة شغال عليها عملنا فعاليات كبيرة جدا احياء طريق الكباش نقل المميوات حضراتكم عرفتوا كلوا لي دي كان لها المدى الزمني لترويج السياحة لكن ايضا انشأنا مقاصة سياحية جديدة عشان احنا بنتكلم النهاردة ان مصر اذا كنا ربنا هيكرمنا السنة دي ونصل الى 15 مليون سايح الخطة بتاعتنا ان نضاعف هذا العدد في خلال 5 سنوات ونصل الى 30 مليون كلام دي يبقى محتاج بنية اساسية كبيرة اماكن ومقاصد للسياح هتتسوعب هذا الكلام واماكن للزيارة وتنويع للمنتج السياحي كل دي شغالين عليه في كل حطة في مصر منهم المشروع ان شاء الله يعني يكون جاهز على الربع الاول من العام القادم التجلي الاعزم او مدينة سانت كاترين ان شاء الله مشروع على اعلى مستوى العالمي في هذه المنطقة هدفنا كما نقول لحضراتكم كيف نستعيد وطيرة التنمية السياحية لكي تكون جزء اصيل من النمو الاقتصادي لمصر الاندماج في الاقتصاد العالمي وهذا الحقيقة لماذا انا انسف اقولها بهذا الشكل وكلنا تعلمنا في الكتب كنا ندرس ونحن في المدارس الموقع الاستراتيجي المركزي والمحوري لمصر وانها تتوسط ثلاث قرات في العالم ولا بد من الاستفادة من هذا الموقع نستفيد منه ان نحول مصر الى مركز لوجيستي حقيقي عالمي يكون فيه كل الاليات بمعنى الكلمة اللي تقول ان هذه الدولة فيها كل البنية الاساسية اللي تخليها وتؤهلها انها تبقى مركز لوجيستي عالمي الكلام ده عشان يتعمل يبقى محتاج شبكة مواني مطارات مواني جافة مناطق لوجيستية شبكة طرق وسكك حديدية على اعلى مستوى عشان تخلي ان الدولة دي اقدر حرك البضايع بتاعتي من اي حتة شرقها غربها شمالها جنوبها بأسرع وقته ممكن دي كانت خريطة المخطط وحط بالزبط ايه المواني اللي لازم تتعمل وازاي نشتغل عليها كان اهم مشروع نبدأ بيه ازدواء قناة سويس والنهار ده الحمد لله حضراتكم عارفين كويس او كلنا عارفين ان لو لا هذا المشروع كل بقى اللي كان بيكتب على ان هناك مصارات بديلة وان ممكن يبقى قناة سويس يتم استبدالها بمصارات هذا المشروع لوحده قضى تماما على اي فكر لان كانت بقى زمن التراكي او زمن الانتظار كان اللي كان بيصل الى يوم واكتر النهاردة بقى اقل من 11 ساعة لأي سفينة فبالرقم وبالفلوس بقى اي سفينة اوفر لها وبدون اي تفكير التوجه الى هذا المحور طب المحور ده طول عمرنا بيقولها الخبرة احنا حنفضل سايبين قناة سويس يا دوبك السفن تعدي من تحت الفوق ومن فوق تحت من غير ما نستفيد ولا لازم نستفيد من هذا الموضوع فعشان كده كتال منطقة الاقتصادية القناة سويس واني تعمل عليها مشروعات وخدمات تخلي هذه المنطقة بحق مركز لوجيستي عالمي المنطقة الاقتصادية لم يكتب لها النهوط والتنمية غير في التسع سنوات دول بالرغم انها الافكار بردو موجودة من عشرات السنين النهاردة عندنا 18 مينة بيتعملوا على اعلى مستقلوا وبيخلصوا على اعلى مستوى في العالم بتكلفة وسطة 130 مليار الخريطة نفس الخرايط ويمكن اضفنا بعد المواني ايضا الاضافية على الخريطة اللي كان المخطط حدثها ده شكل بقيت المواني اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي طاليق بدولة منطقة الاقتصادية زي ما قلت لحضراتكم وانها لازم النهاردة تبقى فيها كل مناطق صناعية سواء في منطقة السخنة او في شرق بورسعيد وبقيت المناطق ويبقى فيها تنمية حقيقية علشان ما يبقاش الموضوع فقط مرور للسفن ما بين قناة سويس من شمالها الجنوبها ميناء شرق بورسعيد النهاردة بيحتل المرتبة العاشرة على مستوى مواني العالم النهاردة مع الحركة اللي بقيت موجودة المواني البرية والجفة وده كان مدخل جديد ما كانش موجود في مصر ابتدينا النهاردة بننفزه بتكلفة عشان نستوعب النهاردة المواني الجفة دي لوحدها تستوعب ستة مليون حاوية عشان تكمل مع المواني عشان يبقى النهاردة عندي منظومة متكاملة المواني ومعها المواني الجفة اللي بقدر اخزن فيها بدل ما كان بيفضل هناك تزاح ومطراكم للحاويات في المواني البحرية كل دي صور النهاردة لهذه المواني والمنافذ ويمكن كنا يعني قريب يعني في فترة بسيطة كنا مع سيادة الرئيس في مطروح بنفتتح ميناء السلوم البري وده كلها صور لكل المواني الجفة اللي النهاردة بتتنفز أو جاري تنفزها مناطق اللوجسية عندنا 14 منطقة النهاردة شغالين عليها باستثمارات 33 ونص المطارات نهضة كبيرة جدا في إنشاء شبكة المطارات رفع كفاءة ومطارات جديدة عندنا 23 مطار بتكلفة أكتر من 53 مليار وبنطور واعتقد كان الحمد لله النهاردة بنتحرك وبالرغم من يعرفين أن هناك شكاوى من بعض الخدمات وفيها الخطط بتاعتها وبننفزها النهاردة نيجي للمحور الرابع الأمن الغذائي ما فيش دولة تملك لا تملك غذائها يعني دايما بيتقال الدولة التي لا تملك غذائها لا تملك قرارها وكانت عشان كده الدولة المصرية كان كل همها وشغلها الشاغل كيف نحقق الأمن الغذائي في هذه الفترة وسمحولي يمكن أن أتكلم على التنمية الزراعية نحن النهاردة مع زيادة السكانية فاتورة الغذاء ومع ارتفاع أسعار السلع اللي حصلت في الفترة السنتين ثلاثة اللي فاتوا تضعفت علينا فاتورة الغذاء زي ما حعرض لحضراتكم نحن وصلنا النهاردة في زيادة في فاتورة الغذاء غصبا عننا بسبب ارتفاع أسعار الأمح والدرة وكل الحاجات دي بصورة كبيرة جدا طيب النهاردة الدولة المصرية شغلت زي احنا من أول 2015 بدأت الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروعات الاستصلاحي الزراعي وبدأنا بالمشروعات اللي كان المفروض انها تبقى السهلة او الاسهل اللي هي بتعتمد على سواء الراي بمياه النيل او المياه الجوفية ولكن بدأنا وبدأنا نشتغل في هذه المناطق زي تشكا وشرق العوينات وكل هذه المناطق والريف المصري النهاردة انتقلنا للموضوع الأصعب والأكثر تعقيدا وهي المرحلة الثانية ان احنا نعالج مية الصرف الزراعي ونرفعها ضد الانحضار الطبيعي للأماكن اللي احنا عايزين نزرعها وده من الناحية الهندسية من أصعب المشروعات الهندسية لكن لا يوجد بديل للدولة المصرية غير كده عشان استفيد بكل نقطة مية بتبقى تصل الى هذه الدولة وبناء على هذه التقنية احنا النهاردة بنستصلح الدلتة الجديدة وبنستصلح في سيناء وفي أماكن أخرى على هذه التقنية الجديدة اللي احنا بنشتغل عليها النهاردة احنا بنتكلم على اربعة مليون فدان بإذن الله ستضاف للرقعة الزراعية اللي في مصر احنا لحتى هذه اللحظة واحد وسبع من عشر وعندنا حوالي اثنين لنحقق أمن غزائي في دولة كل سنة تزيد 2 مليون بني آدم لأن لو لم تعمل هذه المشروعات إذا كانت فطورة الزراء برقم حياتة ضاعف خلال سنين بسيطة جدا هذه هي المشروعات التي نفق عليها وستثمرها لأن دائما ما هي المشروعات التي تنفق عليها فلوسها هي دولة تنفق للمواطن بها كيف أننا نحقق لفكرة الإكتفاء الذاتي ولم نكتفن بالزراعات التقليدية نعمل على موضوع السواب نحن اليوم من أكبر الدول على مستوى العالم التي توجدها مشروعات السواب الزراعية 100 ألف فدان سواب يخلص اليوم لكي يكون لديه إنتاجية تكفي المواطنين المصريين في كل السلع والخضروات الصوامع وهذا مشروع لهم كان كل طاقتنا الحقيقة التخزينية لا تتجاوز الواحد واثنين من عشر اليوم ثلاثة ونص أو ثلاثة وستة يعني ضعفناها ثلاث مرات ولدينا الخطط أننا سنتجاوز الخمسة مليون طن في خلال السنتين ثلاثة الجايين كل هذا لكي يكون لدي قدرة وبنية أساسية لتأمين الغذاء المصري المشروعات الحقيقة ويمكن اسمحوا أنا أنا أسف أننا حلقي الضوء عليها المشروعات التي نعالج مية صرف زراعي محطات عملاقة وبعد يتعامل خطوط ناقلة للمياه للأماكن التي نريد أن نزرعها نحن اليوم نعالج طاقات تصل إلى 13 مليون متر مكعب مية في اليوم الواحد لكي نزرع بها أراضينا وملايين الأفدنة على رأساها مشروع الديلتة الجديدة الواحد النهاردة نتكلم في 2 مليون فدان معي محطة ستكون إن شاء الله مع اكتمالها أكبر محطة على العالم 7.5 مليون متر مكعب في اليوم لكي نستصلح بها أول جزء نتكلم في مراحل الـ 2 مليون فدان يعمل على كل منطقة سنعمل عليها لكي نحس بمدى حجم الإنجاز لأن هذا المشروع وأنا أقولها كمهندس هو يعني المشروع ده ما عم نخلصه أكنين عملنا أربعة أو خمسة سد عالي جديد نتكلم على شاء قنوات وترع ضد الجاذبية والانحضار الطبيعي وننقل فيها المياه أحياناً تبقى ترع مكشوفة وأحياناً نضطر إن نحن نعملها خطوط مياه معاها محطات الرفع العملاقة اللي حتبقى 12 محطة تبقى موجودة فينا والنهاردة من خلال مشروع محطة المعالجة في بحر البقر والمحسمة عشان نزرع ربعمائة وسبعين ألف فدان النهاردة سواء بدأنا زراعتهم أو حيتزرعوا مع اكتمال عملية نقل المياه للمناطق مشروع معالجة بحر البقر انتهى وشريط الرئيس افتتحوا المحسمة نقل المياه النهاردة وننقلها الوسط سيناء والمناطق اللي نحن محددينها لعملية التنمية عشان نزرع في سيناء نصف مليون فدان تطوير الثروة الحيوانية والألبان وانتاج الألبان مش سايبين مراكز الألبان التقليدية القديمة اللي كانت بتشتغل وكانت بتبقى يعني ناسف اقول ممكن يبقى مش ليس على المستوى اللائق بتتعمل على أعلى مستوى النهاردة مضعفة الثروة الحيوانية ورؤوس الماشية عشان يبقى عندنا تغطية مناسبة من اللحوم والدواجن الاستزراع السمكي ومصر النهاردة بقت من أكبر عشر دول على مستوى العالم في إنتاج نوعيات معينة من الأسماج بسبب مشروعات الاستزراع السمكي اللي بدأناها سواء في غليون أو في سيناء تطوير البحيرات بحيرات المصرية من مئات السنين كانت انهارت ومساحتها اتقلت بصورة كبيرة جدا النهاردة مريوت والمنزلة والتطوير اللي بتعمل فيهم البردويل وإدكو كل هذه البحيرات بيحصل لها تطوير عشان نعيد فيها السروة السمكية ونعيد توفرها المحور الخامس الاحتياجات الأساسية والخدمات أنا يمكن حعدي على التعليم لأن زملائي الوزراء التعليم اتكلموا عليه بصورة كبيرة ولكن بس أنا حابب أذكر أن في 2014 كان ترتبنا على مستوى الخدمات الاجتماعية 108 من 187 دول التعليم قبل الجامعي مع لي وزير التربية والتعليم اتكلم أن ما تم انفاقه في التسع سنين تريليون جنيه على كل منظومة التعليم تربية والتعليم ولكن طبعا منهم أكتر من 100 مليار فقط استثمارات جديدة عشان نحول أو نغير شكل المدارس بتاعتنا من الشكل العليمين إلى الشكل اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة ما زال لدينا مدارس بهذا الشكل ما زال هناك مدارس بهذا الشكل موضوع نحن ما خلصناش نحن لسه قدامنا شغل كتير عندنا مدارس ما زالت في القرى عندنا ما زالت معدل تزاحم في الفصل في بعض المحافظات بيتطلب أن نضاعف بناء الفصول عشان نصل إلى الرقم المقبول اللي هو ما بين 35 إلى 40 طالب في الفصل وبالتالي ده كان شكل الفصول وده اللي احنا بنشتغل عليه النهاردة فبنتكلم على 120 ألف فصل تم إنشاءهم إنشاء جديد بتكلفة لوحدها 40 مليار أهلنا أكتر من 4300 مدرسة الحقيقة يمكن محول أمية أيضا نزلنا خمس درجات من معدل من نسبة 25% إلى 20% التصرب في التعليم نزلنا فيه بصورة كبيرة جدا لكن الأهم أدخلنا منظومة مدارس جديدة بجودة والتعليم مختلف غير المدارس الحكومية مدارس اليابانية مدارس النيل مدارس المتفوقين المدارس التكنولوجية كل دي علشان تطوير المنظومة تعليم جامعي معالي وزير التعليم العالي قال إحنا كنا 50 جامعة في 2014 النهاردة 96 جامعة يعني تقريبا ضعفنا العدد بالضبط بحيث يكفي احتياج مصر للعشرين سنة جاية وما زلنا برضو محتاجين نوعيات معينة من الجامعات إنها تنشأ جامعات التكنولوجية وجامعات أخرى علشان تبقى متخصصة وتتوائم مع مستجدات العصر ده بقى شكل الجامعات الجديدة اللي احنا الدولة المصرية بتنشئها في كل حتة مش سايبين مكان غير المحلقي فيه هذه الجامعات يمكن سيادة الوزير ملحقش كان يوري المستشفيات الجامعية ودي حصل فيها طفرة كبيرة جدا نحن في 2014 كنا 88 مستشفى النهاردة 125 مستشفى في تسع سنين أضفنا 37 مستشفى جامعي بتلاتة واربعين ألف سرير عشان نخدم أهالينا ودي شكل المستشفيات الجامعية اللي نهاردة موجودة الرعاية الصحية والصحة وكليها نصيب الأسد من التنمية في الدولة لماذا ننسف مرة أخرى هذه شكل مستشفياتنا في 2014 برضو حرجع وقول هل مازال هناك وحدات صحية وعدد من المستشفيات في هذه الصورة أيب لسه نحتاجين نطور ونكمل ونشتغل وما ننامش عشان يبقى كل مستشفياتنا بالشكل ده نحن بحبيت بس اننا بنحطوا قدام حضراتكم النهاردة إيه اللي بيتعامل في هذا القطاع هذا القطاع تضعفت موازنته قرب الخمس مرات عشان الدولة انها تنفق عليه في كل شيء في بناء المستشفيات في تطوير منظومة الإسعاف في إنشاء مخازن ودخلنا في تقنيات شديدة التعقيد مشروع البلازمة كبير الحلم اللي كاننا دايما بنحلم انه يبقى موجود واللي بدأ النهاردة انه يبقى موجود فعلا على الأرض المراكز التنمية المصانع ومجمعات اللقاحات الموجودة في عز كورونا اشتغلنا على هذا الموضوع الحقيقة نفقات العلاج على نفقة الدولة وانا حابت بس اقولها الرقمين دول الدولة كلفت 87 مليار على مدار التسع السنين اللي فاته علاج على نفقة الدولة كنا بدين 2014 3 مليار النهاردة 17 عدد المواطنين النهاردة احنا عالجنا في نفس هذه الفترة 17.5 مليون مواطن على نفقة الدولة في هذه الفترة ده شكل مستشفياتنا اللي بقيت موجودة واللي بنأمل كل المستشفيات مع اكتمال التطوير تبقى بهذا الشكل بقينا النهاردة المنظومة التأمين الصحي الشامل والليها بدأت النهاردة المرحلة الأولى منها بتغطي اكتر من 6 مليون مواطن بتكلفة لوحدها 51 مليار وبدينها في 6 محافظات دول وان شاء الله تباعا لغاية 20-30 نكون دخلنا بقية محافظات الجمهورية المبادرات ما كانش ينفع ان احنا نحقق طفرة حقيقية في هذا القطاع من غير فكر غير تقليدي وده يمكن اللي اطلقوا سيادة الرئيس من خلال مبادرات مبادرات القضاء على قوائم الانتظار 100 مليون صحة المرأة والطفل ورعاية الأطفال والقضاء على فيروس C فيروس C كما رأيتم في الفيلم كانت مصر يعني أنا آسف موصومة بأنها من أكبر الدول على مستوى العالم في نسب الإصابة بفيروس فيه الحمد لله في خلال أعتقد أيام قليلة ستعلن رسميا أن مصر خالية من هذا الفيروس إنجاز حلم كان ممكن ما أعتقدش فيه أسرة فينا ما كانش فيه قريب أو معرفة كان بي موضوع فيروس C وكان بيصل إلى حالة الوفاة بسبب هذه الإصابة والمعاناة اللي كنا كلنا عرفينها بهذا الشكل الرعاية الاجتماعية الحقيقة هذا الموضوع برضو اهتمت الدولة به مع إصلاح اقتصادي وعارفين تبعاته كان اهتمام شديد جدا بالرعاية الاجتماعية كان أنفق أكتر من مئتين وثلاثة مليار على كل أوجه الرعاية الاجتماعية ولكن عايز أقف هنا ولق الدوق على تكافل وكرامة هذا البرنامج بدأنا في 2014 بواحد وسبعة من عشرة مليون أسرة إحنا تجاوزنا الخمسة مليون أسرة الموازنة اللي كانت مخصصة ثلاثة وسبعة من عشرة نحن نتكلم الآن في واحد وثلاثين مليار لماذا؟ لأن مع عدد السكان اللي بيزيد ونسب الأسر اللي دايما عارفين أنها في حدود عشرين في المئة خمسة وعشرين في المئة نسب أسر احتياج كان لازم العدد بيتضاعف وبالتالي لازم المخصصات تتضاعف والدولة ربطها بأعمال عملية تنمية لزيادة التعليم ومنع التصارب من التعليم والصحة وكل حاجة مربوط مش فقط أن أنا بدي الفلوس ولكن مربوط بمستهدفات محددة إجمال الإنفاق الحكومي على الدعم والمنح والمزال الاجتماعية السنة اللي فاتت في موازنة السنة اللي فاتت اللي انتهت بلغ ربعمية تلاتة واربعين مليار جنيه الخبز والتموين أنا بس حابب أحط هذه الأرقام الخبز كان 18 مليار في 2014 السنة اللي فاتت واحد وتسعين مليار الدولة المصرية تحملت لما كان رغيف الخبز لا تجاوز تكلفته في 2014 28 قرش والنهاردة تكلفت رغيف الخبز جنيه ومازال بيباع بنفس سعره وبالعكس مش فقط على قياريت كان حتى بنفس العدد احنا بنشوف النهاردة الزيادة اللي وصلنا ان احنا الخبز 70 مليون او 71 مليون مواطن والتموين 62 مليون ودي المخصصات بتاع التموين من 13 ل 36 مليار مع تطوير كل مكاتب التموين والمجمعات والمنافذ لان ما كانش ينفع انها تفضل بالمستوى المتردي اللي كان موجود عليه في الشباب والرياضة والثقافة زملاء الوزراء عرضوا وشوفنا قد ايه التطوير بتاعة البنية الاساسية والبرامج اللي بتتعامل للشباب والثقافة وحجم المشروعات اللي تنفزت وعرضوها السيدة الوزراء في الاسماعيلية لكن احنا حبيت بس استعرض معاك وبعض الثور ويأتي الاهم مشروع وانا بقولها بمنتهى الامانة لو ما تعملش حاجة في الدولة كل اللي فات ده ما تعملش وعملنا المشروع ده بس كفاية على سيدة الرئيس اكتر من اربعة وستمائة قرية بقالها ممكن قرية بقالها مئة سنة ما تمدش فيها حاجة النهاردة هذا المشروع احنا بدأنا المرحلة الاول وكان امنا وكان عندنا رؤية ممكن يخلص بسرعة لكن لما نزلنا على الارض شوفنا انا اسف اقول حجم مش هقول كلمة المأساة حجم الاهمال والتردي اللي كان موجود فكان لازم النهاردة المشروع بياخد تعقيدات ووقت ومع المشاكل والازمات الاقتصادية اللي بقينا بيواجهها وعدم موجود المواد خام كافية فبقينا النهاردة بنتكلم من المشروع ممكن ياخد المرحلة تاخد ما بين سنتين ونص الى ثلاث لكن ادي المرحلة الاولى الوحدها اللي هتصل مع انتهاء ها السنة لتلتمية وخمسين مليار بنتكلم على 18 مليون بني آدم بنغير وجه الحياة لهم بهذا الشكل كل الخدمات اللي بقيت موجودة النهاردة مياه صرف صحي غاز اتصالات بتتطور مدارس وحدات صحية في الاطفال والمنشآت الصحية كل ده المجمعات الحكومية اللي بتتعامل على اعلى مستوى مكاتب البريد مراكز الشباب اللي بتتعامل طبطين الترع الشكل اللي كانت موجود عليه وبعد كده هتبقى كانت ايه توصيل الغاز النهاردة اللي موجودين والنهاردة فاندم احنا ان شاء الله هذا العام هنبدأ المرحلة التانية هنبدأ نطلق المرحلة التانية 52 مركز ب1683 قرية بتوابحهم هنبدأ العمل فيهم بمجرد اكمال المرحلة الاولى وانك بدأنا فعلا بعض الاعمال في هذه المرحلة التانية ان شاء الله اخر موضوع اتكلم فيه الاصلاح الهيكل المؤسسي الاقتصادي للدولة تهيئة مناخ الاستثمار انضباط مالي اصلاح مؤسسي وتطوير جهاز الدولة الدولة اشتغلت على تهيئة مناخ الاستثمار في الفترة الاخيرة بصورة غير مسبوقة من خلال قوانين وتشريعات تبسيط اجراءات حوافز تعزيز منافسة اطلاق اصلاحات لبزات الاقتصاعة الصناعة يمكن في اطار لكي دعم الاستثمار لجنة الوزرية الفضل المنازعات اختشين خريطة فرص الاستثمارية انشاء مراكز خدمات مستثمرين وحدة حل مشكلات المستثمرين في مجلس الوزراء الوحدة تلقت على مدار السنة ونص التي فاتت اكتر من 2650 واحدة بدت في 2100 من الباقي نخلص على مدار الفترة التي فاتت تبسيط الاجراءات النهاردة حطينا 20 يوم علشان اطلاق اصدار الرخصة الصناعية وتصريح بدء مزولة النشاط باجراءات معينة تبسيط الاجراءات ودمج الموافقات مع بعضها البعض ومايكانت الاجراءات الاقراءارات الدريبية ومنظومة التقادي عن بعد في المحاكم الاقتصادية وكانت احد اهم الانجازات التي اشتغلنا عليها اطلاق منصة الالكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات ودي بالفعل اطلقناها وبدأت تشتغل عشان نستغنى عن الاعمال الورقية ونقلل التواصل ما بين المواطن والموظف التوسع في منح الرخصة الذهبية النهاردة اشتغلنا في 24 شركة فعلا اخذت الرخصة منهم 15 بدءوا عملية الانشاء عمل هؤلاء كان مشكلة عندنا دايما المصنعين يقولوا عندنا موضوع تملك الارض ولا تخصصها بحق الانتفاع فتحنا المجالين وحطينا النهاية التنمية الصناعية هي التي تصدر الرخصة الموحدة لا يوجد جهة تانية في الدولة تطلب اي موافقات وان يبقى للمشروعات العملاقة اي مستثمر سيعمل مشروع كبير جدا نخصص بصورة فورية الارض للمصنع الكبير لكي يستطيع انه يبني وانطلع له الرخصة الذهبية حزمة يمكن المجلس الاعلى الاستثمار اطلق مجموعة من حوافظ الاستثمار الكبيرة جدا 22 اجراء اتعملوا ونتنفذهم فعلا بحوافظ اضافية تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة ودايما هذه النقطة كانت مهمة سيد ريس يتحدث الدولة المصرية من الدول القليلة التي اصدرت هذه الوثيقة التي تحدد بوضوح شديد وثيقة سياسة ملكية الدولة وما دور الدولة وما القطاعات التي تكون موجودة فيها وما القطاعات التي ستتخرج منها والقطاع الخاص ونجد هناك لجنة عليا التي متابعة تنفيذ هذه الوثيقة حتى في موضوع التروحات والتي اعلن عليه كدولة نعمل عليها وننفذ تبقى للإجراءات والإطر التي نرى لكي نفعل وننفذ الوثيقة التي كانت موجودة في مجال حماية المنافسة أطلقنا استراتيجية جهاز حماية المنافسة وإنشاء لجنة عليا وتعديل قانون الحماية المنافسة وصدر قانون مهم جدا يلغي أي مزايا وإعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة في الأنشطة الاستثمارية وده كان مطلب من كل مجتمع الأعمال أن يبقى فيه هناك مسواة وده تنفذ فعلا بهذا الشكل الإصلاح المؤسسي وده شيء مهم جدا ونحن نشغلين عليه من خلال مكافحة الفساد الإداري وده كل الخطوات التي عملناها من إطلاق الاستراتيجية الوطنية إصدار قانون الخدمة المدنية تأسيس الأكاديمية الموطنية لمكافحة الفساد التحول الرقمي قاداء للإصلاح إطلاق الحكومة للبوابة مصر الرقمية والستراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العشرين تلاتين والبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى مع أيضا تطوير الإصلاح الإداري للدولة التي تعمل عليه بخطة حديثة وتحديث والنقل للعاصمة هو جزء من هذا التطوير الاقتصاد المصري بالرغم من كل التحديات ومن كل المشاكل التي نحن فيها الدولة المصرية والاقتصاد المصري يعتبر كل المؤسسات تقول باستثناء هذه الفترة والأزمة العالمية الاقتصاد المصري مرشح أن يكون في 20-30 من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم أهم شيء اليوم من خلال هذا الموضوع ومن خلال حجم العمل الذي اتعمل وأنا يمكن قدامي اثنين ثلاثة سلايد أختم بيهم أهم شيء من كل المشروعات وهذا كان شيء كلنا يجب أن نكون أخذين منه كل سنة يدخل سوق العمل في مصر مليون شاب وشابة يريد لهم مستقبل في 2014 كانت نسبة البطالة 13.2 من 10 الحمد لله اليوم 7.2 من 10 ومع الزيادة السكانية التي حصلت في الفترة معناها أننا لم نزلنا 6 نقط لا نحن أكثر من هذا لأننا خلقنا حجم فرص عمل وإدى أمل لشبابنا أن هذا بلد فعلا بلد وعن يستطيع عيش فيها حياة كارينة قبل الأزمة كورونا عشان أكد بس إحنا كنا في 2012 كتاب يقول أن مصر نموذج لدولة فشلة 2019 في نهاية 2019 قبل كورونا وقبل الأزمة الاقتصادية المؤسسات كلها كانت تبتد تقول أن مصر بالمسيرة التي ماشى فيها ستكون من أكبر اقتصاديات على مستوى العالم الذي قال في خلال سبع سنين والذي قال قدامها 15 سنة لكي تبقى واحدة من الجي سابن أنا بس بدي لحضراتكم كيف كان ينظر إلينا بعد 6 سنوات من الجهد والعمل قبل ما تحصل الأزمة التي دربت العالم كله والذي كل العالم في حالة لخبطة وتخبط سيتعامل معها كيف كل هذا الذي عرضناه في الآخر المواطن هم ويعرف سنعمل مع الأزمة الموجودة أنتو رؤيتكم كدولة للتعامل مع التضخم ورتفاع الأسعار وإيه رؤية الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية وإكيف سنقدر أن نسد الفجوة التمولية واسمحوا لي أن هذا العمل وهذه الأسئلة لدينا جلسة ختمية إن شاء الله عن أفاق المستقبل سنتعرض ونتطرق أنا وزميلي في عرض مختصر جدا كيف نحن نتحرك في هذا الموضوع لدينا رؤيتنا بالرغم أنني أقولها كل العالم لا يوجد دولة لا استثناء لا تعاني من الأزمة التي توجد اليوم وكما سنوضح في الجلسة القادمة لكن لأنني أريد أن أتوقف عنه واختتم كلمتي أنه ليس أزمة مثل هذه التي حصلت للعالم كله يكتوي بها أن نبدأ أن نشكك في مصرنا ونفقد الثقة في بلدنا وأن البلد التي تتحرك على مدار 9 سنوات بهذا الحجم الغير مسبوك من الإنجازات يبقى معناها أنها ماشية بالعكس لا يوجد دولة من الدول التي بدأت بها العرض وهي على مدار التنمية لم يكن تتعرض لعثرات وهي شغالة لكن لا يوجد فيهم تراجع قال لا سنكمل هناك تحديات لكن سنكمل لأن لدينا أهم شيء الثقة في المصار التي تفعل نحن نبني بلد نحن بني بني بلد بلد ممكن لينا أقولها جائز الأجيال التي تتعاني من دفع فطورة هذه الإصلاحات وبناء الدولة لكن ثقوا في الله وثقوا في المصار أن الدولة بإذن الله ستستمر وأولادنا سيتمتعوا وستكون دول تانية تضع مصر على الخريطة وتقول كيف نمت هذه الدولة وتبقى مثاليها أنا بس حابة أقول هذه المصار إن شاء الله ربنا يكرمنا ربنا يكرمنا ونستمر على نفس الثوابت الخمس ثوابت التي الدول الثانية اشتغلت عليها والتي نحن النهاردة بنشتغل بيها التنمية تكون الأولوية برنامج وطني بيبني أولادنا المصريين مشروعات نكمل البنية التحتية بتاعتنا ومن نزهق ومن قلش إمتى هنخلص قدامنا لسه لكن طول ما إن شاء الله معانا قيادة لديها رؤية وإرادة للتنفيذ والإصلاح ربنا حيوفة سيد الرئيس سيد الرئيس اسمحلي يعني عملنا كتاب وثقنا في كل اللي تم في الدولة المصرية على مدار التسعة سنوات اسمحلي سيدتك أسلم لحضرتك وهديل حضرتك لأنه هذا جهد الدولة المصرية وتحت إدارة سيادتك تعمل فيها وده اللي حيبقى يوزع لكل الناس بعد كده عشان الناس كلها تعرف ما تم في هذه الدولة من معجزات في التسعة سنين دول شكرا للحضرت اشتركوا في القناة